احسن مدرب دربك في حياتك مين? احسن مدرب الكابتن جاهر. ده المصري الاجنبي. الاجنبي اه. الاجنبي مان والجزيد. في مدرب محبيتش التعامل معا? اه. تسوبل كان عندي مشكلة معاه رهيبة. والله. اه كان عندي اه فترة عذاب اه سنتين تلاتة مع تسوبل. شخصيا ولا فنيا? شخصيا وفنيا. الاتنين. يعني هو كان اه يعني هو كان من المانيا بس كان متشدد اوي اوي زي يعني زي ما يكون جنوب المانيا. مايش. فهو اه تنشن اوي في التعامل. التعامل بتاعه حد اوي اوي. والهالي كده صراحة اول ما جيه اول ما جيه. قال لي بص. انت لو مجريتش زي الشام حنا فيه مش هتلعب. اه. فقلت له رأي يبقى مش هلعب. يعني خلاص يبقى احنا كده. يبقى احنا كده انتهينا الموضوع. وما في فترة دي المان ما كانش بحبه العيبة الحريفة يعني كان معروف عنهم مش بتاعها. ودي حاجة من اللي انت قلتها في الاول اه جيل التسعينات. اه. انا شايف ان في بعض اللعيبة اللي اتظلمت. اوي. ان هي جاية في توييد غلط. صح. والله يعني. صح. انا انا شايف ان انا وحزم امام والكابتن رضا عبدالعال. اه. في كده كم لعيب جون في توييد غلط. لو ظهروا اللي وين دول. لا او او كانوا جون في السبعينات. اه. يعني انت ولا 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 الحيقة السبعينات اللي هو الحريفة. اه. ولا الحيقة دلوقتي. اللي هو. انت وقفت في مكان. احنا لسه وصلين كاسا العالم تسعين. اه. فكل المدربين اللي جايين لك. المان. وقوة وعنف. وسرعة. وانت ما عندكش جيد. صح. انت عندك موهبة. صح. فهو ما بيش حبين اتكلام ده. كرة كان بتتغير صحيح. احسن مهاجم لعب قدامك. احسن مهاجم لعب قدامي. لعب معي. اه. اللي هو بتعمل له الحاجات بتبع. في تلاتة. اه. في تلاتة جامدين او. طب. كابتن محمد رمضان. طب. ده اول اه ظهوري. طب. كابتن محمد رمضان. فعلا فعلا مظلوم. صح. مظلوم جماهيريا. عظيم. صح. جماهيريا. لان الرجل ده كان بيلعب بدماغه قبل رجله. اه. عالمي. صح. عالمي. كان يقول لي بص يا وليد انا هسرخ. اه. واقطع الملعب ما تلعبليش. نعم. ده انا هاخد المدافعين وانت روح رقصه. يعني عملنا دوتو رهيب. اه. كابتن حسام حسن يبقى واحد طبعا من اكتر الناس اللي انا عملت له جوان. اه. والآ كان في الملعب متعد. اه. يعني يضغط عليه جامد لكن هو لعيب اه اسطوري. فانت يعني كنت بتحاول تطلع اقصى ما عندك. وبيعمل كده مع اللعيبة. ايه طب. دلوقتي عشان ياخد منهم اقصى حاجة. صح. والتالت خلت بيبو. خلت بيبو. خلت بيبو بقى. اه. كنت انا رحت لمنطقة البطء شوية. وبقيت يعني لعيب كبير سنا. اه. وهو لعيب سريع جدا. فبتعمله الحاجات اللي اه. ادرنا ايو ادرنا نعمل دوتو برضو قاعد له سنتين تلاتة كنا خلاص بالنظر. نعم. انا بوصله كده حتى لدرجة ان فيه ماتش مرة كنا بنلعب في استاد القاهرة. اه. وجي فاول ناحية الشمال كده. قدام نص الملعب. ماشي. فهو جاي عشان نلعب. قلت له لا لا يا بيبو. اه اه روح وانا هحط لك من فوق الحيطة. روح جيب جول. ماشي. فالمدافع رح بص كده. قال لك ايه يا عم اللي بيكلمه. قلت له قدامه عادي. قلت له قلت له لا والله. اه. رح تحضره وراح جيب جول. رح هو رايع عند الحيطة. انا المدافع ماشي. والله رح تعمل هالو تشيب. ماشي. من فوق الحيطة. رح جاي رح دايس عليها وراح تطرح تخبطها في العرضة. اه. اللي لمست ايد الجول وخبطت في العرضة وتلقت كورنا. ماشي. فالواضي. يعني. فالدرجة ان احنا كنا بنلعب. عالمغمر. عالمغمر. خلاط اول ما استلم عارف ان بيبو هيقطع حط له حتى لو مش شايفه. ماشي. وهو بقى يروح يعيش. اكتر مدافع كراهك في ماتشاته. كان بيدرب. كان بيعمل. كان عندك برضو مدفعين في التسعينات عظماء. كان في ناس كتير. مش عايزين يعني. لا مش قصدي حاجة وحشة. بس قصدي مدافع بايخ يعني. مدافع في الكرة تقيل يعني. بص هو كدفاع فني. اه. ما كانش في حد معين. الحمد لله. ماشي. الحمد لله يعني كنا احنا في الجيل ده. متفوقين. قرصين على الناس كلها. لكن كان فيه على مستوى الضرب. اه. مش عايزة اقول اسماء. لا مش عايزة اقول الاسماء. كان فيه كابتن حمزة الجمل كان قوي. كان فيه كابتن سعيد العراقي. كلهم جامدين. بس انا مش عايزة اقول له اسماء. فيه اسماء معينة. كانت اه. كانت بتقرص. اه. كانت بتعود. يعني انت. اه. كورنر ليهم. يروح مسك دراعك عضو. عادي كده. اه. فانت تسرخ. اه. فين الكورة كورنر عندهم. كان فيه ضرب من نوع معين كده. ايو فيه. في جيل التسعينات. حتى مرة كان الكابتن رضا عبدالعل خارج وانا هابدل بداله. اه. وهو ابيض قوي فجسم كل جسم كله متقرص احمر. قال لي يا اختي الله هتشوفه لما تنزل.